بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على بركة الله نفتتح أعمال دور الإنعقاد الثالث للمجلس الوطني في فصله السادس إذانا بمرحلة جديدة من الحياة البرلمانية التي يعمل مجلسكم الموقر على رعاية عرافها وتقاليدها الدستورية وتطوير مسيرتها التشريعي ضمن أفق مفتوح لكل ما يتم التوافق عليه ويؤمن مستقبل البلاد ونهوضها الحضاري وها نحن منذ انطلاقة العهد قبل 25 عاماً نلتزم بما نظرنا النفس بالعمل بمقتضاه وكما أجمعت عليه إرادتنا المشتركة لصون مصالحنا الوطنية العليا في دولة المؤسسات والقانون التي نفخر اليوم بمعمارها التنموية المتجدد وبمجتمعها المتآلف والتواق للمزيد من التقدم ويطيب لنا في هذا المقام أن نثني على الجهود الدؤوبة لفريق العمل الحكومي بغيادة ولي عهدنا الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليف حفظه الله وبارك في مسعاه الذي يسجل بصماته المؤثرة في ميادين الخدمة العامة بانتهاج أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية ولضمان أجود الخدمات الحكومية ونؤكد في هذا السياق على أهمية استكمال الخطط المنبثقة من رؤية البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين التي تشهد نتائجها تطورا ملحوظا وتعكسه مؤشرات الأداء والتنافسية وطنيا ودوليا ونوجه هنا لتسريع العمل على نسختها القادمة للعام عشرين خمسين لتشمل تصورا متجددا لمستقبل بلادنا وأجيالنا للحفاظ على موقعها المتقدم كدولة ذات نهضة عصرية تلتزم بقيم شريعتها الإسلامية وبكل ما يوثق روابطها القومية ويحصن هويتها الوطنية كعنصر أصيد للتنمية الشاملة والتربية الوطنية المبكرة ومن منطلق اهتمامنا الكبير بهذه الأولوية الوطنية فإننا نوجه الجهات المختصة بتنفيذ دراسة متكاملة لقياس جاهزيتنا في تأصيل الهوية البحرينية لضمان اقتباس كافة عناصرها أينما توجهنا وبما يمكننا من ضبط التوازن بين متطلبات الانفتاح والتجديد وبين اشتراطات حماية أمننا الوطني في صيقتها المتكاملة وخصوصا ما تعلق بأمن ثرواتنا الطبيعية وسبل استثمارها لتأمين المستقبل المستدام بخيراته ويطيب لنا على هذا الصعيد أن نعرب عن ارتياحنا للجهد المبذول لرفع مستويات الأمن القذائي والثروات الطبيعية وفي توظيف التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي ونوجه هنا إلى تكثيف برامجه في القطاعات الحيوية وفق النظم والمعايير اللازمة للارتقاء بعلومه ومعارفه ولتنمية عوائده لتعود بالخير والرفاء على الجميع كما نبارك كل ما يبذل على صعيد تواصل بنائنا الحضاري المتسلح بعزيمة وطنية طلبة تجسدها قواتنا العاملة سواء في الخدمة المدنية ليقدموا أفضل أشكال البذل والعطاء أو على ساحات الخدمة العسكرية ليخطو أروع صور التضحية والشهامة فهم عيوننا الساهرة في الذوت عن الوطن وحماية مكتسبات ولا يفوتنا كذلك بأن نشيد بالإنجازات الرياضية الأخيرة والمتمثلة في حصول مملكة البحرين على عدد غير مسبوق من الميداليات الأولمبية فشكراً لهم جميعاً والتحيا بهم بحريننا القالية الأخوة والأخوات تلتزم مملكة البحرين بكل ما يملي عليها واجب التضامن والتعاون لنصرة القضايا العربية وبالسعي الجاد والحثيث من أجل خير الإنسانية وتقارب مجتمعاتها تحقيقاً للسلام العالمي الذي يجب استعادته في مثل هذه الأوقات الصعبة ولقد أكدنا مراراً على وجوب الوقوف الفوري للحرب في قطاع قزة وباستئناف كافة المساعد الدبلوماسية للأخذ بالحلول السلمية وصولاً لتحقيق السلام العادل والشامل والقائم على حل الدولتين وفق القرارات والمبادرات التاريخية التي يجب الإيفاء بها وبالتالي فأن فضل الاشتباك أصبح ضرورة قصوى بعد أن طالت نيران الحرب الدائرة أراضي لبنان الشقيقة وعلى أطراف النزاع التنبه لخطورة الإنجرار لحرب شاملة لن تحمد عقباها ونجدد على هذا الصعيد دعوة مملكة البحرين التي تبناها الاجتماع الأخير للقمة العربية لعقب مؤتمر أو اجتماع موسع وعاجل يعيد الأمل في تحقيق السلام المنشود وفي ظل هذه الظروف الإقليمية الصعبة فأننا نحمد الله على وحدة وتلاحم مجتمعنا البحريني الأصيل وبما يتمتع به من وعي وطني مسؤول يجعله أكثر تماسكا وإصرارا على تعزيز سلامته الوطنية وليزداد قوة ومنعة مهما اشتدت حوله المخاطر وأننا لننظر بعين الثقة والتغدير لدور السلطة التشريعية في سن وتطوير التشريعات اللازمة والمجسدة لقيم الوحدة والعدالة وللحفاظ على ثبات مسيرة التنمية الشاملة بإنجازاتها المضيئة ليتم توارثها جيلا بعد جي وختاما ستبقى البحرين وكما هو العهد بها عونا وسندا لأشقائها وأصدقائها وستظل نموذجا متحضرا في حفظ الحقوق وحماية الحريات بعون المولى عز وجل وبفضل الروح الوثابة لأبناءه وبناتها في تأدية واجباتهم الوطنية كما تبقى راية الوطن خفاقة على ساحة المجل والرفعة والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر